بسم الله أبو الإبن والراح الكدس الإله الواحدة مين الإصحاح السابع وكان لما سكن الملك في بيته اللي بنال نفسه وقرحه الرب من كل الجهات من كل أعدائه سواء الداخليين عيلة شاول أو الخارجين اللي هم الفلسطينيين إن الملك قال لنسان النبي ونسان النبي كان بمثابة أبا اعتراف داود قال له بقى أنا ساكن في بيت من أرض وتبوت الله ساكن في خيمة فقال نسان للملك اذهب ويعمل كل اللي في قلبك ربنا يبقى معاك وهنا كان رد نسان النبي سريع جدا وبانفعال لداود لأن عجبته الفكرة لكن في تلك الليلة يستحيل ربنا يوصل كلام على لسان المرشد الروحي بتاع داود ويكون الرأي دا مش مظبوط ربنا ظهر للمرشد الروحي دا اللي هو نسان النبي وقال له تروح تقول لداود هكذا قال ربنا أنا فرحان إنك جات لك فكرة إنك تبني لي بيت لسكناي لكن أنا عايز أقول لك إن أنا قصد إن ما يكونش لي بيت ثابت في المكان أنا عايش في خيام علشان من يوم ما أصعدت بني إسرائيل من مصر لهذا اليوم كنت قصد إن أسير في خيمة عشان أمشي معاهم وفي مسكن عادي وفي كل ما سرت مع جميع بني إسرائيل عمري ما كلمتهم بكلمة ولا حتى القضاة إسرائيل اللي أمرتهم يرعوا شعبي وقلت لهم أنتوا ليما بمانتلويش بيت من أرز عشان كده روح قول لعبدي داود هكذا قال رب الجنود أنا أخدتك من وراء الغنم عشان تكون رئيس على شعبي إسرائيل وكنت معاك في كل حتة توجهت لها أهلكت كل أعدائك من أمامك وعملت ليك اسم عظيم كاسم عظماء الأرض وعينت مكانا لشعبي إسرائيل هنا في أرض الموعد فسكنوا في مكانهم وما بقاش فيه أي اضطراب تاني عليهم ولا من الناس الأشرار فعلت الاسم يقدروا يزلوهم تاني زي زمان وديني من ساعة معقمت القضاء وأخرهم صموئيل أرحتهم من جميع أعدائهم لكن روح قوله يا نسان ربنا هو اللي يبني لك بيت لكن مش أنت اللي تبني له البيت لكن لما تكمل أيامك وتتجع مع أبائك هيجي من نسلك اللي هيخرج من أحشائك وهسبت مملكته هو ده اللي هيبني لبيت لإسمي وأنا هسبت كرسي مملكته للأبد هنا ربنا بيتكلم عن سليمان صحيح لكن بيتكلم مش قال له ابنك قال له من نسلك فهنا بيقصد بالأكتر ربنا يسوع المسيح اللي هيجي وهيكون هيك الجسده هو الفعلا المسكن الحقيقي لللهد وأنا هكون ليه أبا وهو هيكون ليه ابنا وبعد كده يرجع يتكلم عن سليمان تاني ويقول إن تعوج هقدبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم لكن رحمتي لا تنزع منه زي ما نزعتها من شاول اللي أزلته أمامك ما تقلقش هو ده ابنك هيعيش في أمان ومملكته هتثبت للأبد كرسي هيكون ثابت للأبد فحسب كل الكلام اللي ربنا قاله لنسان راح وقاله بالضبط لداود زي ما ربنا قاله له في الرؤية وهنا نلاقي ربنا يمكن اتبسط من اللي داود قاله لأن مشاعر قلب داود نقية وبسيطة لكن ربنا قصد يقول لداود أنا اللي أهتم بيك يا حبيبي مش أنت اللي تعمل لي بيت أنا هفضل رعاك من ساعة ما أخدتك من عند الغنم والحاد ما توصل لي بالسلامة في السماء أنت ابن الخصوصي لكن هيجي من نسلك ابن تاني اللي هو سليمان هو ده اللي هيبني للبيت وبالمناسبة هيجي من نسلك ابن الحقيقي الذي به سررت وهو ده اللي هيخلي جسده الهيكل اللي أنا أسكن فيه فدخل الملك داود بعد ما سمع الكلام ده من نسان النبي ودخل على الخيمة وسجد قدام ربنا وقال له مين أنا يا رب بس ومين هو بيتي عشان تقول لي الكلام الحلو ده وتوصلني لهنا أني أبقى ملك أنا يا رب المفروض أكون صغير قوي في عينيك وما استهلش أنك تقول لي الكلام ده من جهة بيت عبدك وأنك هتديم كرسية للأبد الكلام ده أنا ما استهلهوش لكن هي دي عدتك مع الإنسان يا سيدي الرب طيب دهود عبدك يكلمك تاني بإيه من تعرفت عبدك يا سيدي الرب وفهمت قلبه أنا عارف أنت كلمتك دايما سبتة وقلبك يا رب نقي جدا نحية ولادك عشان كده عملت كل العظائم دي علشان تعرف عبدك قد إيه هو غالي عندك عشان كده أنا كمان يا رب عظمتك لأن أنت الإله لأن مفيش زيك مفيش إله غيرك حسب كل اللي اسمعناه بأذنة مين ديه الأمة اللي موجودة على الأرض اللي ممكن تساوي شعبك إسرائيل الشعب اللي انت فديته بنفسك وخليت ليه اسم وعملت معاهم عظائم خوفت الناس منهم كل الشعوب المحيطة جيت افتديته لنفسك من مصر ومن كل الشعوب الشريرة وقالهتها انت سبت لنفسك شعبك إسرائيل شعب اللي نفسك إلى القبل انت يا رب صرت ليهم إلها ودلوقتي يا رب أقم كلامك اللي اتكلمت بيه عن عبدك وعن بيته وافعل زي ما انت أردت ونطقت انت مش عايزني أبني ليك بيت فعلا أنا ما استحقش وكمان وعدت انك هتسبت مملكتي وولادي قطر خيرك يا رب وليكن كقولك أيوة يا رب نفس قولك الجميل ده علشان يتقال ما بين الأمم ان رب الجنود هو الإله على إسرائيل ويكون لبيت عبدك داود ثبات إمامك أمين يا رب انت رب الجنود وإله إسرائيل أمين هو كلامك وعادل وهيثبت انت أعلنت لعبدك وقلت لي انك زي ما بنيت لي بيت زمان هتبني لي بيت في ولادي وهتسبتهم عشان كده وعشان أنت اللي قلت أنا وجدت في قلبي أني أصليلك هذه الصلاة عشان تسبت كلامك فيا وفي ولادي والآن يا سيدي الرب أنت هو الله وكلامك هو حق وقد كلمت عبدك بهذا الخير فالآن ارتضي يا رب وبارك بيت عبدك عشان يكون للأبد أمامك لأنك أنت يا سيدي الرب أنت اللي تكلمت فليبارك بيت عبدك ببركتك إلى الأبد صالة حلوة ودعوة جميلة يصليها أي رب بيت أو مسؤول عن أسرة ويقول لربنا زي ما داود قال بارك يا رب بيت عبدك ارتضي وبارك بيت عبدك إلى الأبد بسم الأب والابن والروح القدس لله الواحد أمين الإصحاح السابع اتذكر فيه مشاعر داود الجميلة ناحية ربنا وإزاي بيفكر أنه يدي لربنا من الفلوس ومن الجهد ومن التعب عشان يبني له بيت يليق به ويقال أن داود هنا قال المزمور رقم 132 اللي بنصليه في صلاة النوم وبيقول أذكر يا رب داود وكل ما زلته كيف أقسم للرب ونظر لإله يعقوب أني لا أدخل تحت سقف بيتي ولا أصعد على سرير فراشي ولا أعطي نوما لعيني ولا راحة لأكفاني حتى أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب يعني مش عايز يخش بيته يعني مش عايز يخش بيته غير الأول لما يرد الجميل لربنا ويديله فلوس ويديله تعب ويديله مجهود ويبني لربنا كمان بيت صحيح عارفنا أن ربنا أجل المشروع ده عشان سويمان هو اللي يعمله لكن ربنا فرح بقلب داود اللي عايز يدي لربنا عشان كده النهاردة في ألف بيه حياة مسيحية نتكلم على فضيلة العطاء الإنسان المسيحي بشكل تلقائي يحس داخل نفسه أنه نفسه يرد الجميل لربنا ربنا سطر عليه وفداه وقواه وعمده وده له المنولة وده له الكنيسة وده له صحة وده له ناس وده له مال وده له إمكانيات باستمرار شايف أن ده كتير عليه وأنه ما يستحقش تمام زي ما داود كان حاسس هنا ودايما عنده شعور أنا نفسه يرد الجميل لك يا رب ومهما نديتك أهو من يدك وأعطيناك والعطاء لربنا ده ممكن ياخد كذا صورة أول صورة مباشرة زي داود هنا ما عمل إنه واحد يحط جزء من فلوسه أو مقتنياته عشان خاطر كنيسة تتبني أو بيت لربنا يتبني الطريقة التانية إن الإنسان يدي برضه من أمواله أو مقتنياته للناس المحتاجين لأنه شايف ربنا فيهم وكل حاجة بيفعلها بهؤلاء الأصاغر كأنه بيديها لربنا بالزبط وربنا عمره ما بيبات مديون الشكل الثالث من العطاء ما هواش عطاء مادي أو عطاء إمكانيات لكنه عطاء للنفوس مش بالفلوس بمعنى إن الواحد يدي من وقته وطقته لخدمة ولاد ربنا عشان يجيب نفوس لربنا يشارك في خدمة خلاص النفوس دي عطية كبيرة واحد بيدي من صحته أو وقته أو مواهبه أو طقته علشان يجيب نفوس لربنا بأعمال محبة مختلفة بنشر كلمة ربنا أو بأي طريقة يرد بيها الجميل لربنا أنا يا رب ما استهلش إن يعرفك وأمدع مسيحي عشان كده أنا لازم أرد الجميل ده لكل إخواتي وعرفهم اسمك لأن اسمك هو حق النوع الرابع من العطاء إن الواحد يقدم جسده زبيحة ربنا زي ما القديس بوليس قال قدموا أجسادكم زبيحة حية مرضية أمام الله عبادتكم العقلية يعني الصلاة والانشغال بالفكر مع ربنا كإني بقدم عقلي وجسدي لربنا المطانية كإني بقدم مجهودي وتعبي لربنا السجود الصوم الصلاة الطويلة التسبيح كإني بقدم زبيحة بالضبط صمر الشفاه أي زبيحة التسبيح معترفة لإسمه ده نوع رابع من أنواع العطاء أقدم لربنا في الصلاة وفي الصوم زبيحة جسدي يبقى فيه عطاء إني أشارك في بناء كنيسة فيه عطاء إني أقدم لإخوات ربنا المحتاجين من إمكانياتي عطاء تالت إني أخدم النفوس وأقضهم للخلاص وعطاء رابع يفرح ربنا إني أقدم جسدي زبيح سواء بالتعب في الصلاة أو في الصوم عطاء خامس إني أدي للناس كلمة كويسة أو مشاركة أو تشجيع ده عطاء نفسي بس مطلوب الناس كلها محتاجة حد يشجعها أو يحسسها بقيمتها طب وماله ما تبخلش على حواليك بهذا النوع من العطاء عطاء نفسي ولكنه مفيد يبقى فيه عطاء روحي وفيه عطاء جسدي فيه عطاء مدي وفيه حتى عطاء نفسي يلخصهم ربنا يسوع في إنجيل متى لأصاح الخمسة وعشرين ويقول لأني جعت فأطعمتموني عطشت فسقيتموني كنت غريب فأويتموني كنت عريانا فكسوتموني مريضا فزرتموني محبوسا فأتيتم إلي هنا بقى نسأل نفسنا يا ترى فعلا أنا عندي فضيلة العطاء وبقدر أدي لأن العطاء مغبوط أكثر من الأخذ وربنا هيدي كل واحد فواحد بحسب أعماله فيترى أنا فين من العطاء